في أيامه المتبقية على رأس الخارجية الأمريكية يبعث جينكيري رسائله الأخيرة إلى اليمن رسائل وصفت الحكومة اليمنية بالمضللة والمشكوك فيها أعلن كيري عن اتفاق مبدئي بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوتيين على وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية فجاء رد الحكومة عليه بهذا التصريح بأن نعبر عن شعبنا إذا قلنا أن السلام إنما يمر بالمبادرة الخليجية والية التنفيذية ويمر عبر مخريات الحوال الوطني ويمر عبر قرار مجلس الأمن 22-16 وقرار ذات السلام من يريد أن يصنع سلاما خارج هذه المرجعيات الوطنية فهو واهم موقف الحكومة وإن بدى صارما ليس إلا امتدادا لموقفها السابق من المبادرة التي حملها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ قبل نحو إسبوعين وما زال ينتظر إسنادا ربما لن يعلن بشكل واضح من حلفائها في التحالف في خلفية الموضوع يقول سياسيون إن كيري يحاول تحقيق إنجاز سياسي على حساب الشرعية في مهمته الأخيرة التي كان لها دور كبير في تدريل طرق الزحف المسلح إلى رأس الدولة اليمنية ونشر العنف في طول البلاد وعرضها فقد تضمن الاتفاق الأخير إلى جانب الهدنة تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل نهاية العام الحالي وهي خطوة وصفها مراقبون بتعميق الأزمة وإطالة أمدها والقفز على أي تسوية تنصف الضحايا وتنهي عملية تدمير الدولة ونهب مؤسساتها في مسقط وسعت السلطنة فيما يبدو دائرة القناعة بمقترحات جيون كيري وسرعت وزارة خارجيتها للترحيب بخطته المقدمة بينما آثر الحوثيون الصمت وهو صمت محمول على الاستفادة من مبادرة كيري القائمة على الاستيابة لشروطهم ورغباتهم وحده حزب المخلوع خرج مرحبا ومباركا الاتفاق وأعلن استعداده للتعامل الإيجابي بوقف الحرب ورفع الحصار لم ينسى حزب المخلوع تديل بيانه ببعث تحايا التقدير لسلطنة عمان وهي الدولة المعروفة بدعمها وإسنادها لهم وللحوثيين وتحولها عبر مسيرة الانقلاب إلى جسر اتصال وتواصل بينهم وبين داعمهم الإقليميين والدوليين الكثير من الأسئلة حملها إعلان جنكير الأخير أهمها إلى أي حد يمكن أن يسهم هذا الاتفاق في تعقيد مسارات الحل السياسي وإلى أي مدى يمكن أن تتجاوز مبادرته حاجز الفشل الذي يختتم به الديمقراطيون فترة حكمهم للبيت الأبيض الرد العملي على إعلان مسقط جاء من تعزلة انتفضت على الحوثيين واستعادت مناطق كثيرة من تحت سيطرتهم وهما قد يعزز خيار الحل العسكري أو على الأقل إعادة الحل محمولا إلى عتبات القرار الأممي 22-16 وبقية المرجعيات الأخرى